اشتركوا في القناة اشاد معالي بجهود سموة للعهد رئيس مجلس الوزراء وفي تعزيز مسارات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ مبادئ الحوار والشراكة الفاعلة لتعزيز الامن والاستقرار الدوليين مشيرا معالي الى اهمية مضامين الكلمة التي تفضل بها سموة للعهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المنتدى ومتمثله من صوت العقل والحكمة في معالجة كافة التحديات والخلافات والنزاعات وفق منظور حضاري وانساني مستقبلي ترجمة نانسي قنقر